سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أشار إلى نمو تجارة السلع الرياضية بثلاثة أضعاف على مدارة 30 عاما الماضية أوضح التقرير أنه في الفترة من 1996 إلى 2022 ارتفعت الواردات السنوية من 15 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار وأشار تقرير إلى هيمنة أمريكا وأوروبا على المشهد العالمي لواردات السلع الرياضية فيما كانت الصين المصدر الأكثر أهمية للسلع الرياضية في العالم